سلام عليكم حبيباتي مرحبا بكم معايا في هاد الفيديو جديدان ان شاء الله تلقاكم بخير لي رايح اصلا واش طيب اليوم انا رايح نشارك معاكم هاد الوصفة البنينة والصحية وبطريقة تحضير بزاف سهلة نبدأ وعلى بركة الله اول حاجة نراحين كيلو الروز دينا وكل وحدة فيكم تاخد على حسب عدد افراد العائلة انا بالنسبة لي انا رايح ناخد زوج كيسان تاع الروز يكفيكم قيس حوالي اربعة الى خمسة اشخاص اليوم الروز اللي استعملتو كما راك تشوفوا معايا هادا الروز اللي جي هكذا باللون الاصفر روز تاع روعة روز بسمتي الذهبي هادا من اجود انواع الروز لبنات هادا حتى واذا كنت مبتدي او دايما عندك مشاكل مع الروز ويتعجن لك معا هادا الروز هادا عمرك ما كريحات القيه مشاكل راح يجيك مفروز حبة بحبة هادا لبنات دايورو يستعمله بزاف في المطاعم في الاغستورو في الفنادق وكامل لانو النتيجة تاعو مضمونة ودايما يحمر الوجه وعمرو لا يتعجن كيما على بلكم الروز دايما مقبل ما نطيبو نغسله عدة مرات باش نتخلصو من الناشا اللي يكون فيه ومبعد نشمخوه في شوية ما عادي ونخلي وهي يتشمخ هاداك لحوالي نص ساعة الى ساعة نروحو ذوكالبنات نحضروا السلصة ديانا اللي راي راي حتكون بكابد الدجاج على بها قوتلكم مروز صحي ومليح الاصحاب يعني الناس اللي يعانيهم العنيمي الكبدة تاع الجاج هاداك نغسلوها نعقموها مليح بالملح والخل نشلوها مليح مليح ونقطروها ومبعد نقطعوها الى مكعابات في افيتون نحطو شوية تاع زيت تقدروا ديرو خاليط بين زيت عادي وزيت الزيتون نرميو هاداك قطاع تاع الكبدة وكاينو مخلط معهم شوية هاكدك تاع القلب يعني تاع الجاج هنقطع كذلك الى مكعابات صغيرة نقليو هاكده في الول على نار تكون قوية حتى الكبدة هاداك شغل تاخد البنة تاع القليان كينشوفوها بدات تاخد لون يعني تتحمر بدات تاخد لون دهابي نزيدو عليها حوالي 4 فصوص تاع التوم نسكرفجوهم هاكده من الفوق التوم تتماشى مليح مليح مع الكبدة تاع الجاج وحتمدلها ذوق هايل وصدقوني حتى لي ميحبوش الكبدة تاع الجاج بهاد طريقه نقليو شوية هاديك الكبدة مع هاديك التوم ومبعد نرميو عليها حبة طماطيش كبيرة في الحجم نرحيوها مليح مليح باش المريقات تجينا خاطرة ارميت هنا يا الخضر فلفل اللي حلو اخضر الى عندكم الوان تقدرو تديرو حيزيد لكم في جمالية الطابق ديالكم الفلفل مقطع الى مكعبات زرودية تانى مقطع الى مكعبات صغيرة باش طيبنا في وقت قصير وزيد شوية تاع جلبانه نزيدو التوابل عدنا الملح عدنا العكري اللي حلو عندي شوية تاع فلفل لكحل نديرو شوية تاع القصبر المرحي كمون رشة صغيرة ما نكتروش بزاف ونزيدو هنا شوية تعرس الحانوت ونكملو نقليو كامل مع بعض هنا هاد الصلصة هادي ما تحتاج كمية كبيرة تعلمه لانو كل مكونات اللي درناها يعني ما تطولش في طيبها هنا هاز التوريقة تعرنت تقدو تاني تزيدو شوية زعيطرة ولا اي اعشاب عطرية تحبوها نغطيو على هاديك الخضر مع الكبدة نخليوها الطيب ودوكا نروحو نوجدو مع بعض الروز ديالنا احنا عطيكم يعني احسن طريقة باش طيبو الروز ديالكم ويجيكم يعني ماشي مع الجرم ويطيب في وقت قصير جدا ناخدو تنجرة نحطو فيها شوية زيت شوية سمن الروز يحب لي دم يعني نحطوه لكمية مليحة تعليدها هادك الروز كي مشتو معايا البنات انا عاود شللتو وقطرتو مليح مليح في صفايا بعد ما تسخن هاديك الزيت نرميو الروز ديالنا وكنت رميت معاهم وريقة تعرنت تاني باش الروز هادك ديالنا يجي معطر ونقلي هادك الروز في هادك لي دم اهنا يدرب طلع على هاديك الخضر مع الكبدة لقيتهم خصهم شوية ما انا كي شوفوها اه لاصوص ديالنا خاص هالماء وشفنا هاديك الخوضر مازال ما طابتش نقدر ونزيدو مرة على مرة شوية تعماسخون هنا ايا بعد ما تقلق هادك الروز مليح مليح وتغلف مليح بهادك لي دم ان ما رقو بالمسخون ملأ احسن ولي عندها مرقة الدجاج تقدر تستعملو بالنسبة للروز دايمن يعني نحترمو المقادير باش نتحصلوه على روز يكون كيما قوت لكم طيب حبة بحبة عادنا لكل كاس تعالروز نديرو زوج كيسان تعال الماء انا استعملت زوج كيسانت على الروز دلت ربعة كيسانت على ماء سخون ونغطي لهذاك الروز ما ننسوش ندلوه شوية ملح شوية في الفلكحل ونغطيه عليه ونقصه للنار تماما ونخلي وهي طيبة على نار قليلة حتى نشوفوه تشرب كامل هادوك السوائل وهاوليك هنايا بعد حوالي هاكدك سبعة دقايق اكوشتو الروز دينا كيفاش جاه هايل ماشي مع الجن وطب ما شاء الله حتى في القاوة متاعو يعني ماشي هي بس ماشي الطب كيم يقولو بالضبط اهنا يا تاني ازطلت على هاديك السلسة شوفوه يعني راي تشربت كامل لاصوس بقات فيها غير هاداك ليدام على بلكم كبدة تعجاج تاني تحب شوية ليدام بزيادة باش تجيبنينا ودوكا نروحو نوجدو الطبق دينا انا حبيت نقدمو هاكده بهاد الطريقة خديت هاكده مول دائري حطيت فيه كامل هاديك السلسة ومن الفوق نحطو الروز دينا وراكو تشوفو في هاداك الروز كيفاش كيم قوت لكم خرج اي شهي اا اه اه يعني كتب فيه يعني باين حبه بحبه ومشي كامل ام عجن ورا نحطو الكميه اللي نحتاجوها نمشيوها كامل هاكدا مليح من فوق نضغطو عليه شوية هاكدا بدهرته على المغرفة ونخليوه هاكدا حوالي خمس دقائق حتى هاداك الروز يتماسك شوية ونبعدا نقلبوه فوق صحن التقديم بهاد الطريقة هادي وانتو ما يعني لكم الاختيار بنسبة لطريقة التقديم تقدروه مباشرة يعني تحطو الروز وحده ولاصوس وحده وكل واحد يسقي دير شوية روز شوية من هاديك السلسة اهنا يا اننا نقدموه معا رشاة على الحشيش ولا رشاة معدنوس اللي يكون متوفر عندكم وهوليك الطابق الصحي دينا اللي عملناه اليوم بالروز طابقي وينم تاني كما قلت لكم في بداية الفيديو بزاف صحاب لا نيمي وربيش في جميع المرضى ان شاء الله غاني بالكابد تاع الدجاج وغاني تاني بالخضر والاهم من ذلك البنات يجي من اروع ما ياكم يجي بزاف ابنين يعني نصحكم تجربوه بهاد الطريقة وتشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستاغرام اغوباسكويزين ساميرا ديزاد والروز خرجي شهي خاصة مع هادا الروز تعروعه الوصفة هادي من اروع ما ياكم جربوها البنات ماكوش رايحين تندمو ونقلكم شاهدكم في الصحة شاهدكم في الجنة نلتقي في فيديو واحد اخر في امان الله اشتركوا في القناة